أعلنت الحكومة الإيرانية عن خطط لبناء تسع محطات نووية جديدة بالتعاون مع الصين وروسيا وذلك في إطار نشاطات تكون تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية مؤكدة عزمها على استعادة مكانتها في سوق النفط بعد إلغاء العقوبات المفروضة عليها أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهوز كامال وندي عن خطط للحكومة الإيرانية لبناء تسع محطات نووية في السنوات المقبلة لتوفير عشرة بالمئة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد وأوضح كامال وندي في تصريح صحفي أن صناعة النووية الإيرانية لها القدرة على مساعدة باقي الصناعات في قطاعات الصحة والزراعة والنفط والبتريكيماويات وأن المحطات الجديدة ستبنى في مدن كشيراز وبوشح وأشار كامال وندي أن محطة الطاقة النووية الإيرانية لديها القدرة على إنتاج ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية مما يعني أنها توفر عشرة بالمئة من ذوات استهلاك الكهربائي في إيران والبالغة أربعة وخمسون ألف ميغاوات من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جراد ضريف أن بلاده عازمة على استعادة مكانتها في أسواق الطاقة بعد إلغاء الأقوبات المرفوضة عليها وقال الضريف في تصريح صحفي أن إيران ستستمر في زيادة إنتاج النفط الخام حتى تستعيد مكانتها العالمية في سوق النفط والغاز ويصل إنتاجها إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الاقتصادية الغربية عليها وأضاف المسؤول الإيراني أن إيران قد عادت الآن إلى أسواق النفط وتأمل أن تستخل صباق الدول المنتجة للنفط هذه النتيجة وأن روسيا قد أبدت تفاهمها لضوف إيران الخاصة بعد إلغاء العقوبات كما وقع وزير النفط الإيراني بجنزان قناوة الهندي داماندرا برادهان اليوم السبت وثيقة للتعاون في شتى مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات